قواسم مشتركة عدة تجمع بين معظم الدول العربية والأوروبية في الملف الليبي من العمل على وضع حد لنزاع المسلح الى القضاء على الجماعات المتطرفة ومنع الهجرة غير الشرعية وسيادة الدولة على المنشأة النفطية وحتى تأمين الحدود غير ان جهود الامم المتحدة والدول العربية والأوروبية التي بدأت منذ سنوات لم تفلح حتى الان في جمع الفرقاء والتوصل لحل سياسي ينهي فوضى دامت اكثر من سبع سنوات ففي مايو من العام الماضي حاولت باريس كسر الجمود السياسي باطلاق مبادرة جمعت القادة الليبيين بهدف التفاوض والتوصل لحلول تمهد لاجراء انتخابات قبل نهاية العام لكن العام مضى من دون اي تقدم يذكر بل وتل المبادرة الفرنسية مؤتمر دولي احتضنته ايطاليا في باليرمو في خطوة تعكس التنافس بين البلدين بشأن الملف الليبي وبين المبادرتين تبادلت تاريس وروما الاتهامات بعد اتهام الجانب الايطالي فرنسا بالسعي لاطالة امد النزاع خدمة لاطماعها النفطية عربيا استضافت الجامعة العربية في القاهرة العام الماضي اجتماعا للجنة الربعية بحضور المبعوث الدولي الى ليبيا غسان سلام للدفع بعملية الامتقال السياسي كما استضافت القاهرة اجتماعا عسكريا ليبيا يسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية لكن بعيدا عن الارويقة السياسية بقي الداخل الليبي ينظر الى المبادرات الدولية بعين التشاؤم فعلى الارض لا تزال ميليشيات مسلحة متطرفة تتحكم بمؤسسات سياسية وامنية بعضها متحالف مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة ترابلوس ووفق المبعوث الدولي غسان سلامة فان الطريق الى الحل السياسي لا يزال صعبا مع تباين المقاربات الدولية ازاء كيفية التوصل لحل سياسي في ليبيا ينظم الينا الان من باريس الكاتب والباحث السياسي كامل مرعاش اهلا وسهلا بك الى غرفة الاخبار قبل ان نتحدث الان عن احتمال وجود توافق عربي اوروبي حول الملف الليبي دعنا نتحدث عن الموقف الاوروبي اذا كان هو موحدا تجاه ليبيا اما مواصفه التقرير بالتنافس الايطالي الفرنسي هو اكثر من تنافس هو ربما حتى صراع فرنسي ايطالي يعرقل مسار الحل بسبب قوته ما رأيك؟ طبعا ولكن قبل ان اجيب على سؤالك وهو سؤال منطقي لابد ان اشير هنا ان هذه القمة هي اول قمة عربية اوروبية وهي يعني تعطينا ملامع عودة منظومة عربية بعد ان غابت لاكثر من 8 سنوات هذا الغياب استفادت منه بعض الدول الاقليمية للسيطرة على المنطقة وهي ربما محاولة لاقناع الشركاء الاوروبيين باهمية وجود هذه المنظومة العربية تلاتية الابعاد والتي تقودها الامارات العربية والسعودية ومصر ربما هذه المرة ستفلح هذه المنظومة في اقناع الاوروبيين في انهاء ملفات كثيرة على الساحة العربية ومن بينها الملف الليبي وهنا يجب ان تكون هذه المنظومة العربية ان تتحدث بكل صراحة الى ايطاليا وفرنسا ايضا على انهاء حالة الصراع على ليبيا حتى يمكن من خلال هذا التوافق ايجاد حل للازمة الليبية واعتقد انه الان الاوروبيون جاهزون للمضي قدما في حل الازمة الليبية وفقا لمصلحة ليبيا وليس لمصالح سواء كانت ايطالية او فرنسية هل لك ان تشرح لنا ما هو الخلاف قبل ان نعود سنتحدث بالطبع عن القمة من الذي يمكن ان تقوم به الجانب العربي لكن حتى يعني ننطلق ما هي حدود الخلاف الايطالي الفرنسي على ماذا ليتم الاصراع هنا دعما حتى قبل ان نذهب الى موضوع التنسيق العربي الاوروبي وما يمكن ان يخرج عن القمة في الواقع هناك مخاوف ايطالية من ان فرنسا تريد ان تستحوذ على مصالح نفطية ربما ايطالية وهناك اسرار ايطالي غريب جدا في استخدام يعني عدة قلفات مثل الهجرة السرية حتى لافساد الاجواء داخل الاتحاد الاوروبي وهي في رأيه ليست صائبة لان المصالح الاقتصادية مفتوحة لكل الدول بل ان ايطاليا لديها مصالح كثيرة في غرب ليبيا وهذه المصالح ربما لن تمس يعني ليس من المعقول ان تلجأ فرنسا الى ضغوطات يمكن ان تحرم ايطاليا من الغاز الليبيا التي تعتمد عليه ايطاليا وبالتالي مخاوف غير محلها ولكنها تعطل الحل ربما تستغل من قبل حكومة الايطالية الشعبوية لتصفية حسابات اخرى مع فرنسا داخل الاتحاد الاوروبي هذا ربما وارد واستغلال الملف الليبي في هذه المسألة لانه لو مسألة يعني مصالح اقتصادية او نفطية كل البلدان لديها مصالح نفطية في ليبيا وكل الشركات تعمل في ليبيا وهذه تعمل وفق اتفاقات شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط ولا مخاوف من ذلك ولكن هناك شعور ايطالي ربما تقليدي ويرجع الى الحقبة الاستعمارية ان ليبيا هي يجب ان تكون اولوية لايطاليا يجب ان تفرض فيها ايطاليا من يحكم ليبيا بعد هذه الفترة من الفراغ وبالتالي هنا الخلاف وليس هناك خلاف اخر اعتقد في صلب الموضوع الا هذه المصالح النفطية التي يجب ان تكون مفتوحة للجميع طيب هنا الان كيف يمكن للطرف العربي بعد ان استعاد زمام المبادرة كما قلت من خلال الجامعة وعودة دورها القوي ما الذي يجب على العرب هو الجانب العربي هنا ان يفعله في هذه القمة كي يحول الجهد الاوروبي الى جهد ايجابي يساعد على الاستقرار في ليبيا لانه تعرف ان هناك اطراف عربية تعمل على استمرار هذا عدم الاستقرار في ليبيا من خلال ارسال تهريب اسلحة ومحاولة شق الصف بشكل اكبر نعم وهنا تكمن اهمية هذه المنظومة العربية التي كانت غائبة وخصوصا بعد ان استعادت مصر عفيتها الامنية والاقتصادية الان يجب ان ننطلق لاقنع هؤلاء الاوروبيون بان هناك دول اقليمية اخرى تريد ان تسيطر على المنطقة العربية وخصوصا تركيا واسرائيل وايران اذا وقفت هذه المنظومة ووجدت دعما اوروبيا سوف تنهي كل هذه التدخلات السلبية سواء في الملف الليبي او السوري او اليمن وهنا اتحدث على الملف الليبي اكتر هناك تدخل في الواقع تركي الان قطر اصبحت معزولة واصبح ربما تأثيرها ليس بالدور القوي الذي تلعبه تركيا مع بعض الاطراف الليبية وهنا تكمن اهمية اقناع الايطاليين بالكف عن تأييد بعض الاطراف الليبية التي لا تريد حل وخصوصا الاسلام السياسي الذي يريد ان يسيطر على ليبيا وان يرسم هو مستقبلها بمعزل عن القوى الموجودة الاخرى وبالتالي اذا نجحنا او نجحت هذه المنظومة في اقناع الايطاليين والفرنسيين بانهاء صراعهم سوف تتوحد الجهود جميعا اوروبية وعربية من اجل انهاء تدخلات الدول الاقليمية وخصوصا تركيا في الملف الليبي وهنا ربما سنشهد انفراج كبير في الملف الليبي نحو حل الازمة خصوصا مع تقدم الجيش الوطني الليبي واحرازه لانتصارات كبيرة في جنوب غرب ليبيا ربما هذا ايضا سيدغط في اتجاه انهاء حالة الانقسام في ليبيا واقناع هذه الاطراف المتعنتة في غرب ليبيا بانه ليس لها اي مستقبل لترسمه في ليبيا وفقا لارادات غير الارادة الليبية ومن تم يصار الى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي حالة الازمة يكون الضامن فيها الجيش الوطني الليبي الذي سيعيد حالة الاستقرار مثل ما هو هذا العنوال الكبير للقمة الاوروبية العربية وهو يركز على حالة استقرار بعد ان مرت المنطقة العربية بتوترات كبيرة بعد ما سمي بالربيع العربي وهو الان الاستثمار في الاستقرار ربما سينهي كثير من هذه الازمات وينهي تدخلات قوى اقليمية ليس من مصلحاتها الا الاستفادة من هذه الانقسامات لمصلحها الذاتية وهنا اذكر ايران وتركيا على وجه التحديد طيب هل تعتقد انه ممكن الخروج من هذه القمة بتوصية تتعلق بتسليح الجيش الليبي نحن نعلم انه في قرار اممي مجلس الامن بمنع تصدير السلاح الى ليبيا لكن كما ذكرت في دول كانت تهرب السلاح بين كل فترة واخرى يعني يضبط كميات او حاويات سلاح مهربة من هذه الدول الاقليمية او من قطر كان في السابق لكن الجيش يحرم من السلاح رغم انه يحارب جماعات ارهابية رغم ما قام به في درنا ايضا في الجنوب برأيك هل الدول العربية والاوروبية لوحدها تستطيع تجاوز هذه العقبة والدفع لتغيير هذا القرار ام ان هذه عقبة ربما تتجاوز هذين الطرفين ولا يعتقد ان مسألة تسليح الجيش الوطني الليبي هي مسألة في مجلس الامن هو تتحكم فيها دول اخرى في مجلس الامن لكن على الاقل نحن نريد من هذه المنظومة العربية ان تضغط في اتجاه اقناع السيد السراج بان الحل يجب ان يكون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يشارك فيها الجيش الوطني الليبي وتحت حماية الجيش الوطني الليبي وانهاء سيطرة الميليشيات خصوصا على العاصمة طرابلس واعتقد ان هناك بوادر في هذا الاتجاه هناك اخبار تقول ان السيد السراج قبل اخيرا الاجتماع بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في ابو ظبي وهذه ايضا خطوة في الاتجاه الصحيح تبقى ايضا اجتماعات تنظيم او اعادة هيكلة القوات المسلحة العربية الليبية في مصر هذه الجهود توقفت بعد تعنت بعد الاطراف باعاز من بعض البلدان الاقليمية التي ذكرتها فيما سبق ربما هذه الاجتماعات ستنشط من جديد وربما سيصار الى اعادة هيكلة الجيش الوطني الليبي بما يسمح بان يكون الجيش الوطني الليبي هو الوحيد الذي يحتكر السلاح ويكون الضامن للعملية الديمقراطية وايضا عملية تنظيم الانتخابات مسألة السلاح الان الحمد لله الجيش الوطني الليبي لديه السلاح ويستطيع ان يحسم المعركة في ظروفها الان هو حسم المعركة في جنوب غرب ليبيا التي توجد فيها تنظيمات ارهابية وهي منطقة كانت غير خاضعة لأي سلطة منذ ثماني سنوات في زمن قياسي كبير والاتجاه الى شمال غرب ليبيا عسكريا القرار جاهز ولكن لا نريد ان ندخل في حمامات دم وفي قتال نريد ان نحيذ هذه القوى الاقليمية التي ترسل السلاح ومازالت ترسل السلاح بعض الاطراف المتعنتة في شمال غرب ليبيا ولكن هذه مناسمة لهذه المنظومة العربية ان تدفع في اتجاه وان تضغط على الاوروبيين في انهاء انقساماتهم للتمهيد لحل الازمة الليبية وانا اعتقد انه لو نجحت هذه المنظومة العربية التلاتية في اقناع الاوروبيين سوف يحصل انفراج في الملف الليبي اجتماع ابو ظبي مهم جدا تقدم الجيش الوطني الليبي الى شمال غرب ليبيا ايضا مهم هو ضاغط في اتجاه ايجاد مخرج لهذه الازمة كل الامور الان مهيئة لانهاء الملف الليبي وهذا الصداع الذي اصاب المنظومة العربية ربما سنأمل ان يكون فيه انفراج وايضا جهود غسان سلامة يجب ان تكون واضحة وفعالة في الذهاب الى المؤتمر الجامع وتقرير مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للاعلان الدستوري لعام 2011 لو يعني عرّجنا على موضوع الهجرة واللاجئين ليبيا تحولت الى نقطة الترانزيت لهؤلاء اللاجئين الذين يأتون من افريقيا ومنها ينطلقون الى البحر المتوسط منها الى اوروبا يعني تحديدا ربما ايطاليا اكثر شيء برأيك هل الموضوع يعني يحتاج الى تعاون سياسي امني بين ضفتي البحر المتوسط ام في هناك عصابات تهريب بشر اصبحت يعني متنفذة بشكل قوي ده مستفيدة من الوضع في ليبيا مستفيدة من التجارة ربما من مافيا ما هو تصورك عن يعني هذه الظاهرة وكم هي مرتبطة بالحل السياسي في ليبيا من المهمة الاشارة انه يعني مسألة الهجرة هذه مسألة ظاهرة عالمية لا يمكن لليبيا ان تتحمل لوحدها عبائها وخصوصا انه الاعداد كبير جدا التي تأتي خصوصا في وضع الحدود الان حدود شبه مفتوحة ليس هناك نظام مراقبة لهذه الحدود ولكن على الاقل الجيش الوطني الان استطاع ان يقضي على بعض التنظيمات او العصابات التي كانت تدير هذه التجارة المربحة وخصوصا في جنوب غرب ليبيا الان اعتقد انه حتى مسألة الهجرة او تدفقها نحو شواطئ الشمال الليبي قلت بكثير لان كثير من هذه العصابات وخصوصا عصابات المتمردين التشاديين التي كانت تعمل في هذه التجارة انتهت تقريبا لكن الكل يعرف ان تأمين هذه الحدود الطويلة والمترمية الاطراف وهذه البقعة الشاسعة من الصحراء من الصعب جدا وبالتالي هذه تحتاج الى تعاون تحتاج الى تعاون وثيق امني وسياسي ايضا من الشركاء الاوروبيين ومالي ايضا لانه هذه العمليات مكلفة جدا يجب على ايطاليا وعلى الاتحاد الاوروبي ان يساعد الليبيين في حماية هذه الحدود وفي التخلص من العصابات التي تعمل في حماية الحدود استاذ كامل اسمح لي ان اسأل هنا الغير النظامية سؤال سريع واخير ربما باختصار يعني كان في انتقادات من المتحدث باسم الجيش الليبي سيد المسماري عن موضوع الحدود موجهة الى السودان عن موضوع تهريب سلاح مقاتلين غير ذلك السودان الان يشهد تظاهرات هناك من يتحدث بان الوضع يعني غير مشتقر حتى الان باختصار ما تأثير ما يمكن ان يحدث في السودان على المشهد الليبي فيما يتعلق بتأمين الحدود هنا في الواقع السودان بالفعل كان متورطا بشكل كبير في نقل هذا السلاح الى مجموعات اسلامية متشددة وربما حتى متطرفة ولكن الان هو يعاني نفسه من هذه الاضطرابات وهذه المظاهرات واصبح قدرته على نقل هذا السلاح الى ليبيا ربما محدودة جدا وخصوصا انه يعاني ايضا من حركات متمردة في دارفور وهي ايضا سوف يكون لها كلمة في هذه المسألة وبالتالي هذا خطر ربما مرحلي قل على الجانب الليبي خصوصا انه الان الجيش الوطني يؤمن بعض الحدود مع السودان وليس من مصلحة النظام السوداني الاستمرار ليكون وكيلا لقطر في ارسال السلاح الى مجموعات متشددة في ليبيا عليه ان يعتني بشعبه عليه ان يعتني بما يجري في السودان شكرا شكرا جزيلا لضيفنا من باريس الكاتب والباحث السياسي كامل مرعش